السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله على مواقع التواصل الاجتماعي الاضرار التي طالت المناطق المشتركة والحجرات الفردية للسفينتين الجزير الثانية وباجي مختار ثلاثة ردت شركة الملاحة الوطنية الاحد سبعا وانبر للتنديد باضرار وسرقات واصابات شخصية تعلن شركة انها ستعمل ضد هذه الفضاغة التي اصبحت مشكلة كبيرة للعبارات الجزائريات وكذلك للمسافرين ستقوم شركة الشحن باحالة الامر الى الجهات المختصة من خلال تزويدها بصور المراقبة بالفيديو من يريد تشويها سمعة الشتات من جهته رد نائب الهجرة الحلوة باليعقوبي الاثنين على هذه الاتهامات التي تستهدف الشتات الجزائرية الصور المتداولة لا علاقة لها باسفين باجي مختار ثلاثة وكتب على حسابه على فيسبوك ان من نشرها يريدون تشويها سمعة الشتات الجزائري وتغطية ظروف الكارثية الوركوب المسافرين يومح عضو البرلمان في الشتات الى الفوضى التي شهدها استئناف السفر عبر البحر حرت سفينة باجي مختار ثلاثة من مرسليا الى الجزائر العاصمة يوم السبت ستا نوانبر الساعة اربع مساء ومع ذلك لم يتم السعود لهذه الرحلة في ظل ظروف مثالية ما استنكره رل الحلوهاب اليعقبي بشدة وقال نائب الله كان حاضرا في مكان الحادث ان استئناف الحركة البحريات بعد اكثر من عام ونصف من التوقف لكن في ظروف كارثيات بميناء مرسيليا خلال الرحلة الاولى بين فرنسا والجزائر انه اذل للجزائريين وكان البرلماني قد شجب سؤى استقبال العملاء النقص التام في خدمة العملاء واشار الى عدم وجود دعم للأسر وكبار السن نشر نائب صورا توضح الركوب قال انه اذل للجزائريين